ما الجديد الذي أتى به الإسلام ولماذا حرم تلك العلاقات التي قبلها؟ نعم من أهم خصائص عقد الزواج أولا أنه عقد ديني يعني عقد ديني يعني لا يجوز لأحد أن يدخل عليه شرطا أو يخرج منه شرط بعد أن حدده الله دلوقتي الزواج عقد مدني لا الزواج في أوروبا وفي بعض البلاد التي تتمزه بمذاب أخرى غير أهل السنة والجماعة يمكن أن يبرم الزواج بطريقة مدنية وهي مجرد أن يقول الرجل للمرأة أنا عايز أتجوزك أصبح تزوجته دون أي التماس إلى شروط أو أركان أخرى ويوصق هذا في ورقة ويسجلها في الشهر العقار ده مقبول ولا مرفوض دينيا دينيا باطل لما؟ علاقة غير مشروعة هو الزواج أن يختار الرجل امرأة في الطريق وبرضاها ويعشرها مش هو ده الزواج المدني؟ ما هو الزواج في الإسلام أيضا؟ إجابه القبول وخلاص؟ لا 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 أنا اخترت واحدة في الشارع وارتضت أن تعشرني وقلنا للناس إحنا خلاص اتفقنا مع بعض أن إحنا أزواج هل هذا زواج صحيح في الإسلام؟ ما هو الزواج في الإسلام؟ زواج الصحيح في الإسلام أولاً له أركان ومجموعة من الشروط وهي جوهرية جداً إيه الفرق بين الركن والشرط؟ جميل الركن هو الأمر الداخل في حقيقة الشاي بمعنى؟ وهو جزء من الشاي يعني إذا غاب يبقى باطل الشاي بقى باطل؟ إذا تخلف الركن إن هذا ما يلقى الشاي بمعنى الركوع في الصلاة ركن في الركعة ولا مش ركن؟ ركن طب فيه ركعة من غير ركوع؟ لا تبقى باطل تمام يبقى أنه ركن داخل في حقيقة الشاي والشرط؟ جميل الشرط هو أمر عند جمهور الفقهاء لا يدخل في حقيقة الشاي ولكنه أمر جوهري لحدوث الشاي زي إيه مثلا؟ الوضوء في الصلاة تقدر تصلم منذ الوضوء؟ لا طيب أتيمم يعني إذا توضيت لا يعني أنا بتكلم في غالب يعني إذا توضيت يبقى تقدر تصلي أي طب الوضوء أمر داخل في حقيقة الصلاة ولا خارج عنها؟ خارج عنها يبقى شرط مش ركن يعني الركن بس لو سقط برضو ما ينفعش جميل شرط الصحة خطير هو أحد ألم اسمه شرط صحة شرط صحة دقاء شرط صحة لا تصح الصلاة إلا بالوضوء والطهارة مش قبل حضرتك طيب نطبع ده على الزواج بقى أركان أركان وشروط صحة جميل كل العقود لابد فيها من ذلك بس أقدسها في الحياج إلى ذلك الزواج ترجمة نانسي قنقر